البدانة تزيد تعرض المراهقين للإصابة بسرطان القلون والمستقيم المراهقون البدينون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان القلوني المستقيم بمقدار الضعفين أكثر بمرتين وذلك تبعا لدراسة أوضحت أن المراهقين ذوي الوزن الزائد معرضون أكثر وبمقدار الضعفين لتطور سرطان قلوني مستقيم وذلك في منتصف العمر لديهم وكذلك فإن من يعانون من التهابات جهازية هم أكثر عرضة أيضا لخطر الإصابة به نشرت هذه الدراسة في السادس والعشرين من شهر أيار وهي جديرة بالملاحظة كإحدى الدراسات القليلة لتقييم العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم لدى المراهقين بي ام اي بودي ماس اندكس وسرطان الأمعاء في مرحلة البلوغ كما أنها الدراسة الأولى وفقا للمؤلفين لتقييم علاقة الالتهاب الجهازي سيستاميك لدى المراهقين والذي تم تقييمه بحساب سرعة تثقل الكريات الحمر ESR بالنتيجة نفسها تقترح النتائج بأنه قد يكون لمؤشر كتلة الجسم والالتهاب الذي قيس عبر سرعة تثقل الكريات الحمر أهمية في تطور السرطان القلوني المستقيمي ومع المتابعة المستمرة للمرضى قد توضح الدراسات المستقبلية كيف أن الالتهاب عند المراهقين ومؤشر كتلة الجسم بي ام اي يتفاعلان ليؤثران بدرجة خطورة الإصابة بالسرطان القلوني المستقيمي وقد تدعو الحاجة إلى دراسات إضافية لتوضيح علاقة هذه العوامل بشكل منفصل أو مجتمعة مع معدل وفيات المصابين به قام الباحثون بتحليل البيانات الناتجة عن مؤشر كتلة الجسم وسرعة تثقل الكريات الحمر وذلك عند دراسة 239.658 رجلا سويدي الجنسية ممن خضعوا لفحوصات التجنيد العسكري الإلزامي بأعمار تتراوح بين 16 و20 سنة بعد أن تم استقصاء من لديهم إصابة سابقة بداء الأمعاء الالتهابي وأظهرت بيانات السجل الوطني للسرطان بأن هناك 885 حالة إصابة بالسرطان القلوني المستقيمي خلال مدة متابعة تبلغ 35 سنة وأظهرت التحاليل الإحصائية أن خطورة الإصابة بسرطان القلون والمستقيم تزداد بازدياد مؤشر كتلة جسم فمثلا المراهقون الذين لديهم قيمة بي ام اي أعلى من 27.5 وأقل من 30 كيلو جراما على المتر المربع لديهم خطورة أكثر لديهم خطورة أكثر ليطوروا الإصابة بهذا النوع من السرطان مقارنة بغيرهم ممن يكون لديهم مؤشر كتلة جسم في حدوده الطبيعية أي أكثر من 18.5 وأقل من 25 كيلو جراما على المتر المربع كما تبين من خلال التحليل النوعي أن الموجودات متشابهة بالنسبة لسرطان القلون وسرطان المستقيم كل على حدة ووجد الباحثون بأن المراهقين الذين لديهم سرعة تفقل مرتفعة أكثر أو تساوي 15 مليمترا في الساعة هم معرضون أكثر لخطر الإصابة بالسرطان القلوني المستقيمي نسبة لأقرانهم الذين سرعة التفقل لديهم طبيعية أقل من 10 مليمترا في الساعة هنا أيضا وجد أن زيادة سرعة التفقل تزيد من خطورة الإصابة بسرطان القلوني والمستقيم أراد الباحثون من هذه الدراسة توجيه العلاقة القوية الملاحظة ما بين البدانة عند المراهقين وبين سرطان القلوني والمستقيم في المرحلة المبكرة إلى المتوسطة من الحياة خصوصا مع انتشار البدانة عند المراهقين بهدف إلقاء الضوء على ازدياد الإصابة بالسرطان القلوني المستقيمي بين البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية ونظرا لأن العلاقة بين BMI وبين خطورة الإصابة بسرطان CRC كانت مستقلة عن سرعة التفقل ESR فقد اقترح الباحثون وجود عوامل أخرى قد تكون متواصطة مثل هرمون الإنسولين أو الليبتين أو الهرمونات الاستريودية كما يوجد احتمال بأن زيادة BMI عند المراهقين قد يسبب الإصابة بالسرطان القلوني المستقيمي من خلال سبيل التهابي لا يؤدي لزيادة سرعة التفقل ترجمة نانسي قنقر